طيب مباراة النهاردة بيديرها تحكميا الكابتن محمود عشور أنا عندي تعليق على الجزئية دي مهمة جدا بصراحة لأن فيه حاجات بتخلي الواحد يستغرب بس خلينا لكم تقوم الحكام بالكامل لهذه المباراة حكم ساحة محمود عشور مساعد أول أحمد صلاح مساعد تاني أحمد لطفي حكم رابع سامح حسين حكم فار محمود البنة مساعد حكم فار محمود أبو الرجال ده التقم اللي حيدير مباراة النهاردة ما بين الأهلي وإن بقى الساعة 9 بالليل بإذن الله تعالى طيب ارجع لي بقى كده هنا السؤال هنا السؤال هو مين كان في غرفة الفار في المباراة الأخيرة ما بين الأهلي والإسماعيلي مين هو الحكم اللي كان بيدير المباراة من غرفة الفار في المباراة الأهلي والإسماعيلي الأخيرة هو سؤال بريء على فكرة بس ألسؤال عادي كان الكابتل محمود عشور صح طيب السؤال التاني هل الأهل كان ليه ضرب الجزاء في المطش ده ولا لأ كان ليه ولا لأ طب نفكر بعض لو اللقطة جاهزة معانا ضربة الجزاء بتاعت أجيه لحد ما تجهز أفكركم أنا ضربة الجزاء بتاعت أجيه الكورة اللي كانت في الشوت الأول واللي أجمع عليها كل خبراء التحكيم بأنها ضرب الجزاء صحيحة للنادي الأهلي لكن للأسف الشديد وإحنا لمرة كامل سنة دي بنقول الأسف الشديد تقريباً عشر حالات تحكمية بدون مبالغة تأثر بيهم من نادي الأهلي في المنافسة على بطورة الدورة مش بعلق شماعة مش بقول شماعة التحكيم دي أو كلام من ده مش إحنا اللي بنعمل كده بس إحنا يا جماعة بنقول لكم بصراحة فيه أخطاء تحكمية على الأهلي مبالغ فيها فيه حاجات غريبة بتحصل مع الأهلي في الجانب التحكيمي بصراحة بشكل ملحوظ بيجمع كل الأراء كل الأراء الحيادية اللي بتتكلم في الكرة صح اللي عرف القوانين صح اللي ملمة إزاي تستخدم تقنية الفار كله أما كامع خبراء بقى خبراء التحكيم وحتى اللي ملوش في التحكيم هيقول على الحالات دي إن الأهلي تظلم فيها بشكل كبير جدا فهو هو الكابت المحمود عشور اللي ما يكلفش نفسه إن هو ينادي الحكم عشان يجي اللي هو كان محمود البنة على ما تذكر يعني عشان كان يجي يشوف اللقطة دي بتاعت أجيه هو هو اللي حيدير مباراة النهاردة ما بين الأهلي وإنبي فهو تساؤل أنا بسأل هل ده يا جماعة منطقي أنا بأتمنى طبعا الحكم قليل توفي النهاردة كابت المحمود عشور وحكم جيد بالمناسبة ما بشككش في قدراته أو ما بشككش في نزهته قلول تمام آدي هي دي اللقطة مش معنا متحركة يا جماعة فيديو طيب هي الصورة اللي معنا الراجل اللعب الكرة واتنين داخلين عليه حرس المرمى ويه المدافع بتاع الإسماعيلي وضرب الجزاء واضحة بنسبة مليون في المية للنادي الأهلي الناس كلها كمان قالت كده يعني ما بقى مش هنا عشان إحنا مثلا في قناة الأهلي فعنقول لك آه أصل هي درب الجزاء لا إحنا بنتكلم بمنتهم منطقية والعقلانية في الحقيقة والصح صح والغلط غلط وما حاجش يقدر يقول على الصح غلط وعلى الغلط صح فدي ما تحسبتش والفترة يا جماعة والله ما مستحملة مش عايزين أخطأ تحكمية بعد إذنكم بعد إذنكم فأنا مستقرب بصراحة أن الكابتن محمود عشور كان حاكم فور ماتشل فات وهو حاكم ساحة النهاردة أتمنى له أرب كل التوفيق هو مجرد تساؤل بس السؤال بيطرح نفسه مش أكتر